بوفد رفع المستوى شاركت المملكة في المؤتمر الإنساني الدولي الرابع والثلاثين الذي ينظمه الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر بالتعاون مع اللجنة الدولية للهلال والصليب الأحمر الذي يتزامن مع الذكرى الخامس والسبعين لاتفاقيات جنيف الدولية استمرت المملكة العربية السعودية بدعم مبادئ القانون الدول الإنساني بتوقيعها على اتفاقيات جنيف وإنشائها لللجنة الوطنية للقانون الدول الإنساني من عام 2007 واليوم نحن هنا للتأكيد على أهمية حماية المواطنين والمقيمين والإنسانيين العاملين في المجال الإنساني تأتي مشاركة المملكة إيمانا بأهمية التضامن مع المجتمع الدولي في تعزيز القيم الإنسانية ودعمها للنداءات الإنسانية الدولية من منطلق عضويتها في المجموعة الاستشارية للمانحين لدى الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر بصفتها كأحد أكبر الدول المانحة لدينا الحمد لله منظمات أصبحت بتفوق العالمية مثل مركز الملك سلمان وقبله حيئة الهلال الحمر السعودي وكثير من الصندوق السعودي للتنمية كلهم في حسب اختصاصه يقدم النموذج الأمثل في تقديم المساعدة باسم المملكة العربية السعودية تحرص المملكة من خلال حضورها المتميز في الساحة الدولية في مجال العمل الإنساني على التكاتف والتعاون لتعزيز الالتزام بالمبادئ الإنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني وتدبيقاته دون ازدواجية في المعايير يعتبر هذا المؤتمر الإنساني منبرا محوريا في مجال العمل الإنساني على المستوى الدولي طاها يوسف حسن المؤتمر الإنساني الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر قناة الإخبارية جنيف